مجزوة ثالثة أهلا بكم بداية استقبل رئيس والجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم سعادة السفيرة سفيرة مشروسة السفيرة فوق العدى والمفوضة لجمهورية اندونيسيا التي أدت له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهمتها في الجزائر لدينا علاقات اقتصادية وتجارية ودينية وثقافية جيدة اودت ان اعبر لكم عن حزني لمغادرة الجزائر وسعادتي في الوقت نفسه لاني حظيت باقامة رائعة خلال الاربع سنوات التي قضيتها بالجزائر سأغادر نهاية هذا الشهر كما استقبل رئيس والجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم سعادة السيد بياغ جيلان السفير فوق العادة والمفوض لمملكة بلجيكا الذي أدى له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهمته في الجزائر أشرف اليوم مزير والطاقة عبد المجيد عطار على تنصيب المجلس الأخلاقي لمجمع سونالغاز الذي سيعمل على إرساء قواعد سلوكية باعتبارها همزة وصل مشتركة كما سيضمن المثاق الالتزامات القانونية في مسألة علاقة العمل ما بين العمال وطريقة التعاون مع الشركاء الاقتصاديين داخل وخارج الوطن لترسيم ممارسات التسيير الراشد في التعاون يشارك اليوم الوزير المنتدى بالمكلب بالمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة وليد المهدي يسين في الملتقى دولي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي ينعقد بالإمارات العربية المتحدة بحضور الوزراء المعنيين بالقطاعات الاقتصادية في المنطقة في ملف السكن انطلقت اليوم بالجزائر العاصمة عملية ترحيل كبرى لأزيد من ألف عائلة حيث استقبل الحي الجديد حوش المهو ببراقي أكثر من 250 عائلة كانت تقتن حيين قزدريين ببرج البحر وبراقي وسط فرحة أو فرحة المستفيدين أدانت اليوم محكمة سيد محمد بالعاصمة رجل الأعمال محيد دين تحكوت المتابع في عدة تهم ذات صلة بالفساد بستة عشرة سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ثمانية ملايين دينار كما تمت إدانة كل من تحكوت رشيد حميد وبلال بسبع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بثمانية ملايين دينار بينما أدين ناصر تحكوت بثلاث سنوات سجنا وغرامة بثمانية ملايين دينار كما أصدرت المحكمة حكما يقضي بتجميد كل الحسابات البنكية لشركات تحكوت ومصادرة عتادها بالإضافة إلى إقصائها من الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات كما دنت المحكمة في القضية نفسها الوزيرين الأولين السابقين أحمد يحيى وعبد الملك سلال بعشر سنوات حبسا نافذا وغرامة بخمسمائة ألف دينار لكل منهما فيما أدين وزير الصناع الأسبق عبد السلام بوشوارب الموجود في حالة فرار بعشرين سنة حبسا نافذا ومليوني دينار وقضت المحكمة كذلك بإدانة كل من وزير الصناع الأسبق يوسف يوسفي وولي سكيدة السابق فوزي بلحسين بعامين حبسا نافذا وثلاث سنوات حبسا نافذا لوزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول بينما تم التبرئة والوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية عبدالغاني زعلان من التهم الموجهة إليها وأصدرت المحكمة في القضية نفسها قرارا يقضي بتعويض الخزينة العمومية بمبلغي 309 ملايير دينار بهذا الخبر أمني معكم هذا الموعد الإخباري تحياتي تحية الفريق العامل معي في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر